هذه أبرز العنوينة أولمبياد باريس المنتخب المصري تأهل إلى النصف النهائي بعد فوزه على نظيره المنتخب البارغواهي الإعلام الأمريكي يعترف بقوة المنتخب الوطني المغربي بعد الفوز عليه بأربع سفر وهذا ما قالها النجم المغربي صفيان رحيمي على بعد خطوة واحدة من كتابة التاريخ في الأولمبياد مع الأسود منتخب فرنسا يهزم المنتخب الأجنتيني ويضرب موعدا مع المنتخب المصري في النصف النهائي حقق المنتخب المصري فوزا مهما على منتخب البارغواي ليحجز بطاقة العبور إلى النصف النهائي الألعاب الأولمبيا باريس 2024 بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 5 ل4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي وحد لمثلها في مباراة احتضلها ملعب فيلودروم في مارسيليا وافتتح البارغواي حيث التسجيل في حضوض الدقيقة الواحدة والسبعون بهدف حامل التوقيع ديغو غوميز إلا أن المصر أردت بالتعادل في حضوض الدقيقة الثامنة والثمانون عن طريق إبراهيم عادل لتذهب المباراة إلى الشوطين الإضافيين وفيهما بقيت النتيجة متعادلة خلال ركلات الترجيح تمكن رفق محمد نيني من تحقيق الفوز بنتيجة 5 ل4 ليصعد المنتخب المصري إلى النصف النهائي أشهد الإعلام الأمريكي بقوة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بعد سحقه لنظيره الأمريكي في ربع النهائي ألعاب الأولمبي باريس 2024 ليوم الجمعة بنتيجة 4 أهداف لصفر وحقق وسود التأهل للنصف النهائي لأول مرة في تاريخهم بعد فوزهم لنتيجة وأداء على منتخب أمريكا ما دفع الإعلام البلد العام سام لإسجاد بقوة رفق القائد أشرف حكيمي حيث كتبت صحيفة نيويورك تايمز يوما للنسية للمنتخب الأمريكي لكرة القدم لم يقوموا بأي تهديث على المرمى وتم تفكيك الدفاع بسهولة على يد هذا الفريق المغربي الموهوب جودة المنتخب المغربي كانت واضحة أما شبكة NBC فكتبت عبر موقعها المنتخب الأمريكي نادرا ما بدى قادرا على الصمود أمام المغرب صاحب العقلية الهجومية وهو أحد أفضل الفرق الهجومية في أولمبيا دي باريس 2024 ومن جانبها أشادت صحيفة واشنطن بوست بالجماهير والمنتخب المغربي قائلة منذ اللحظة التي دخلوا فيها إلى بارك دي برانس واجه فريق كرة القدم للرجال الأمريكي أجواء وخصما لم يراه في مبارتين السابقتين كان الملعب شهيرا ممتلئا عن آخرها وأغلب الجماهير كانت مغربية ترتدي قمصان الحمراء والخضراء وكان مستوى الفريق منافس أفضل بشكل واضح تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه نظيره المنتخب الإسباني يوم الثلاثين القادم في الخامسة مساء بتوقيت غرينهيت برسم نصف النهائي على أرضية الملعب في الدروم الخاص بنادي أولمبيك مارسيليا يسير النجم المغربي صفيان رحيمي مهاجم المنتخب الوطني المغربي بثبات نحو دخول التاريخ الألعاب الأولمبيا باريس 2024 بعد رفع رصيده الشخصي إلى خمسة أهدافنا اليوم بتسجيله في مرمى المنتخب الأمريكي من ركلة جزاء اقترب النجم المغربي صفيان رحيمي من الحصول على لقب الهدى في أولمبيا باريس وفي حالة حدوث ذلك سيكون أول لعب إفريقي وعربي ينال هذا اللقب منذ انطلاق الألعاب الأولمبيا بقي اللقب هدى في الألعاب الأولمبيا حكرا على اللعب أمريكا الجنوبية والمنتخبات الأوروبية والآسيوية دون أن يفلح أي لاعب إفريقي أو عربي في نيل هذا اللقب أو حتى وصول أي منتخب للنهائي ولم يخرج لقب هدى في آخر 40 سنة على اللاعب منتخبات أمريكا الجنوبية وأوروبا ففي دورة 1984 بلوس أنجلوس كان اللقب الثلاثي بين اللاعبين من يوغسلافيا ولاعب من فرنسا وفي دورة السيول 1988 تم النجم البرازيلي راماريو بلقب الهدف بسبعة هدف في نسخة 1992 ببرشلونة توج البولندي إندريك جوكافيكا بلقب الهدف بنفس الرسيدة وفي دورة أطلنطا 1996 فاز البرازيلي بيتو والأرجنتيني هرنان كريسبو مناصفا بلقب الهدف برصيد ستة أهداف وفاز النجم الشيلي إيفان زاموزو سنة 2000 بلقب هدف الأولمبياد سيدني واللقب في دورة أتينا 2004 الأرجنتيني كارلوس تيفيز فاز الإيطالي غيسي بروسي بلقب الهدف دورة بيكين 2008 وفي دورة أولمبياد بلندن فاز البرازيلي ليناردو دامياو بلقب الهدف وفي دورة ريو دي جانيرو سنة 2016 فاز التنائي الألماني سيرجي جنابري ونيليزيل بنيتسون الهدف بمجموعة ستة أهداف ثم التوج البرازيلي ريشالسون بلقب هدف آخر أولمبياد في توكيو أكمل المدخب الفرنسي عقد المتأهلين إلى نصفة نهائية الألعاب الأولمبيا باريس 2024 عقب فوزه مساء يومه الجمعة عن نظيره الأرجنتيني بواحد لسفر في المباراة الأخيرة عن دورة الربع النهائي التي جرت على ملعاب برودو الجديدة تمكن المنتخب الديوك من افتتاح حصة التسجيل مبكرا بهدف حمل ثوقيع مهاجم كريستال بالاس جون فيليب ماتيان الذي هز الشباك الأرجنتينيين في حضوض الدقيقة الخامسة رغم أن الهدف سجل مبكرا إلا أن المنتخب الفرنسي حافظ على تقدمه لغاية صفرة نهاية المباراة لتتأهل إلى النصف النهائي حيث ستلاقي المنتخب المصري يوم الاثنين القادم على الساعة الثامنة بتوقيت غينتش تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري تأهل إلى النصف النهائي بعد فوز على الباراكواي بركلات ترجحية خمسة لأربعة يقبع انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل هدف لمتلها ترجمة نانسي قنقر